إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وهذه الفتوى تدور حول عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة وترد على المخالفين لهم وهي مركزة تركيزا جيدا فيها تأصيل وفيها تقعيد وفيها وضوح فهي في غاية الأهمية وإن كان المعلومات المذكورة فيها تكون بدهية عند بعض المسلمين فإن التذكير بها يحتاج له الناس التذكير بهذه القواعد يحتاج له الناس لتصح عقائدهم وليعبدوا الله على بصيرة وليعرفوا الفرق المنحرفة فيتركوا طريقهم فهو قد أصل في هذه العقيدة كما مر معنا سابقا مصطلحات مهمة لا بد أن تعرفوها لأنها سوف تمر معنا يعني إذا مر معنا السلف الصالح ما معنى السلف الصالح؟ ما المراد بالسلف الصالح؟ إذا مر معنا أهل السنة والجماعة ما المراد بأهل السنة والجماعة؟ إذا مر معنا أهل الكلام ما معنى أهل الكلام؟ فلابد من إدراك هذه المصطلحات حتى تفهم الكلام على أصوله فإنه بيّن في هذه العقيدة إن المراد بالسلف الصالح هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقهم وخصوصا في القرون الثلاثة المفضلة الذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلومهم وقاعد قاعدة في غاية الأهمية وهي تتعلق بأن الفهم الصحيح للعقيدة لا بد أن يكون عند الصحابة ومن المستحيل أن يكون الصحابة لا يعرفون العقيدة الصحيح هذا مستحيل وكيف يكونون كذلك؟ والله عز وجل قد اختار لصحبة نبيه مجموعة من الناس من أبر الناس قلوبا ومن أصح الناس فهوما وهم قد شروا الآخرة وباعوا أنفسهم لله عز وجل ولهذا رأينا مواقفهم الجهادية كيف كانت سواء في الجهاد في الغزوات في النفقة إلى غير ذلك فهم من أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء وإذا كانوا كذلك فلا بد أن يكون فهمهم هو الفهم الصحيح في هذا الدين أبدا ولا يمكن أن يكون هناك فهم أصح من فهم الصحاب لسلامة قرائحهم ولحرصهم على الحق يحرصون على معرفة الحق وهم الذين نقلوا هذا الدين إلى الأمم الأخرى فلا يمكن أن يكون الفهم الصحيح عند غيرهم وسوف يأتينا أن الشيخ لما يقرر هذه التقريرات يرد على بدع انتشرت تتعلق بالعقيدة ومما قرره أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بإبلاغ أمته البلاغ المبين بهذا الدين الله كلفه بذلك وهو من أقدر الناس على البلاغ المبين لفصاحته وبلاغته ونصحه فليس هناك أفصح منه ولا أبلغ منه ولا أحرص على الأمة منه لا سيما وأنه قد كلفه الله بالبلاغ المبين وهو لا شك أنه قد بلغه وهذا الذي بلغهم به أساسه هو زبدة الرسالة أساسه زبدة الرسالة الإيمانية الإيمانية يعني التي يسميه بعض الناس وصول الدين أو أركان الإيمان أو نحو ذلك من الأساسيات في هذا الدين فهو الذي بلغه لأمته البلاغ المبين ولم يتوفاه الله إلا وقد أكمل له الدين وهو قد أكمل البلاغ ولهذا في حجة الوداع في آخر سنة لما قابل الحجيج من المسلمين وحضرها ما يقرب من مئة وعشرين ألف من الصحابة فكلهم صحابة لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وفتح الله أسماعهم في يوم عرفة فسمعوا خطبته كاملة والذي ما سمعها نقلت له واستشهدهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون يعني يعني إن الله سوف يسأل النازم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الرسالة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت نشهد أنك قد بلغت وأديت فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء إلى العلو الذي فيه الله عز وجل إلى العلو الذي ينكره بعض أهل البدع ويقولون لا يشار إلى الله فهو يشير بإصبعه إلى جهة العلو ويقول اللهم فاشهد وينزل أصبعه عليهم يعني يشهد على قولهم اللهم اشهد اللهم يستشهدهم بذلك فقد بلغ البلاغ المبين فهذا الدين بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ونقله الأمناء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يزيدون على مية وعشرين ألف الذين حضروا في حجة الوداع فقر وكلهم على عقيدة واحدة لم يختلفوا في هذه العقيدة كما اختلفت الفرق وهي التي تكون بها النجاة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن أمر الغيب ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار يعني طريقها يودي للنوم إلا واحدة فقالوا من هي يا رسول الله فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي يعني الذين يستمدون عقيدتهم من القرآن والسلم هذا الذي هم عليه في ذلك الوقت ما عندهم غير القرآن والسم ولا ينظرون لكتب أخرى بل حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم منها ولما رأىهم يقلبون في بعض أوراق من التوراة قال أمتهوكون أنتم لو كان موسى حيا ما وسيعه إلا اتباعي يعني أنتم لا تحتاجون للتوراة لأنها قد دخلها التحريف ولا تحتاجون إلى الإنجيل لأنه قد دخله التحريف وما كان فيها من صواب لم ينسخ فهو في القرآن والسلم فهذا الذي كان عليه هو وأصحاب ولذلك لم يلتفتوا أبدا إلى ما يسمى التراث عند الأمم المجاورة لهم كان عندهم كتب فلسفية وكتب تاريخية وإلى غير ذلك فلم يلتفتوا لها ألبتة ولا يرون الهداية عن طريقتها يرون الهداية منحصرة في الكتاب والسلم وأما تلك فلا تعنيهم في شيء ألبتة لا تعنيهم في شيء ألبتة ولم يسألوا عن تلك الكتب ما فيها لقناعتهم بأن الخير كل الخير في القرآن والسلم هذه معلومة شب بديهية لكن الآن بعض من الناس يحتاج يجادل ويسميه تراث الأمم السابقة ولا بد من الاستفادة من الآخر إلى غير ذلك أنت تستفيد من الآخر في الصناعات في الأدوية هذا شيء أمر هاني أما في الهداية وفي دينك وفي طريقة تعبدك وفي ما تتعبد به فهذا تقتصر فيه على ما في الكتاب والصناع لا تتجاوزه قيد أنملة وهل حوى كل خير؟ نعم حوى كل خير حوى كل خير لا تحتاج إلى غيره البتة ولذلك قال لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعه ثم من المسائل التي قعدها وهي يمر علينا لما يقال أهل الكلام من هم أهل الكلام هؤلاء؟ هؤلاء أهل الكلام الذين أشغلوا الأمة من هم أهل الكلام؟ فهو بيّن أن هناك فرق منحرفة تتكون من جهمية ومعتزلة وأشعرية وصوفية وغير ذلك دخلوا في شيء سموه علم الكلام وهذا علم الكلام ما مشكلته؟ مشكلته أنه اختلط حقه بباطله ولذلك فيه قواعد منحرفة من هذه القواعد أنهم لا يقبلون في الاعتقاد إلا عن طريق عقولهم لا يقبلون في الاعتقاد إلا عن طريق عقولهم والكتاب والسنة يأمر بالرد إلى الكتاب والسنة ما يأمر بالرد إلى العقول ولذلك لما ناقشهم شيخ الإسلام من تيمية هنا بيّن أن العقول مختلفة فأي عقل يعني هم يحتجون يقولون هذا يدل عليه العقل فبين بالبرهان أن العقول مختلفة وأن عقل المعتزلي يخالف عقل الأشعري يخالف عقل الجهم يخالف عقل القرمطي فالعقول مختلفة فهل يمكن أن يرد الله عز وجل إلى هذه الاختلافات الشيطانية هذا لا يمكن البت وإنما رد إلى المعصوم إلى الوحي المعصوم رد إليه فهذا لما يقال أهل علم الكلام وأيضا من علاماتهم أنهم لا يؤمنون بظواهر الكتاب والسن يعني ظاهر الكتاب والسن لا يقبلونه ويرونه محال وهم ما فهموا فهما صح هم فهموا ظاهر الظاهر فهما مقلوطا فنفوه فالمشكلة في فهمهم لمعنى ظاهر النصوص ولذلك إذا رأيتم من يقول الظاهر غير مراد أو نرد الأمر إلى عقلي فاعلم أن هذا من أهل علم الكلام فاعلم أن هذا من أهل علم الكلام وأن العصمة والنجاة هو في التمسك بما في الكتاب والسن وهو كافي والحمد لله و ذكر قواعد أخرى في غاية الأهمية وهي الرد على شبه هؤلاء أهل الكلام لأنهم أشغلوهم فاضطر أن يرد على شبههم وهذا ما نشير إليه في بعض المسائل التي وقف عندها شيخ الإسلام من تيمية وقفه وبين بالبرهان بأن طريقتهم طريقة معوجة غير صحية صفحة 106 عندكم ولهذا يقول والقول الفاصل القول الفاصل نحن ذكرنا كلام ما ذكره العلماء لأنه هو هو ناقش من الذي نقل العقيدة الصحيحة و ناقش أهل الكلام ماذا يقولون فقال إن أهل الكلام شهدوا على أنفسهم بالحيرة محتارين أهل الكلام شهدوا على أنفسهم بالحيرة وشهدوا على أنفسهم بالشكوك وقالوا إن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام وبعضهم رجع إلى الصواب وقال ليتني أموت على عقيدة أمي يعني على الفطرة التي لم تتلوث فيقول هذا هؤلاء الحيرة الحيرة نأخذ منهم في حيرة من أمرهم نأخذ منهم ثم رجعوا إلى الحق هذا الذي قال هذا القول وهو من أكابرهم رجع إلى الحق ويقول رأيت الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن رأيت الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن ثم بيّن هل هذه العقيدة الصحيحة نحن نقولها مجرد كلام ولا نقلت لنا فقال نعم أهل السنة والجماعة نقلوها بالإسناد وذكر مجموعة كتب أكثر من عشرين كتابا نقلت عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فهي موجودة مطبوعة في هذه الكتب وأظن أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق ثم هنا يقول والقول الفاصل وما عليه الأمة الوسط والمراد بالأمة الوسط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الأمة الوسط ومعنى الوسط العدول هم الذين يشهدون للأمم يوم القيامة أمة وسط يعني عدول ما هم وسط في التاريخ يعني قبلهم كذا قرن وبعدهم كذا قرن ليس المراد بالوسط هذا الوسط المراد به العدالة وأمة محمد عدول والأمم المخالفة لأنبيائهم ينكرون أن أنبياءهم بلغوهم فيقول أنبياءهم يقول الله لأنبيائهم هل يشهد لكم أحد فيقولون نعم فيقولون محمد وأمته محمد وأمته يشهدون فتشهد أمة محمد على أن الأنبياء قد بلغوا البلاغ المبين يشهدون على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهد للأنبياء بالبلاغ وأنهم قد بلغوا البلاغ المبين فهذا معنى الوسطية فالقول الفاصل وهو ما عليه أمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به هنا دخل في تفاصيل العلو لأن الله عز وجل أخبر الأمة بأن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وأنه مستو عليه فبدأ يفصل في هذا ويقول من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به وهو يريد بذلك أن ينفي التمثيل ما هو مثل استواء البشر والمخلوق استواء يليق بجلاله ويختص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملجوماتها لأن الذين أنكروا العلو يقولون هذا مستحيل عقلا فهو يقول هل تثبتون العلم قالوا نعم ألي يقول أن الله ما يعلم هذا خلاص هل تثبتون أن الله يعلم فيقول نعم فيقول هل علمه كعلم المخلوق قال لا قال خل هذا قاعدة عندك في كل ما تثبت ولله يعني صفة يختص الله بها صفة يختص الله بها فكما تثبت تقول هو عليم هو قدير ولكن تقول قدرته ليست كقدرة المخلوقين وعلمه ليست كعلم المخلوقين فقل أيضا واستواءه ليست كاستواء المخلوقين وفوقيته ليست كفوقية المخلوقين وعلوه ليست كعلو المخلوقين وبهذا تثبت الإثبات الصحيح ثم قال وعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا الطريقة السلفية يعني طريقة السلف الصحابة والقرون الثلاثة التي أجمع عليها فهي قضية مجمع عليها عندهم ولكن هذا الموضع يعني موضع الفتوى لأنه ذكر هذا في فتوى لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير فذلك سهل يسير يعني يرجع إلى كلام العلماء الذين كتبوا في هذا الباب والمراجب العلماء أهل السنة لأنه لو رجع إلى كتب أهل الكلام أضاعوه لكن يرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة ثم قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب المتأولين والمراد بالتأويل كما سايتين يصرفون معانيها الظاهرة ما يؤمنون بهم في أمر مريج فإن من ينكر الرؤية يعني يقول الله عز وجل لا يرى يوم القيامة وفي أحد يقول ذلك بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر في من ينكر ذلك فيه من ينكر ذلك ويتعوى وأتوا بشبه لا زمام له ولا خطأ وإلا هذا القول الصليح الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ففيه من ينكر ذلك فقال فإن من ينكر الرؤية ويجعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل بل من يمكن حقيقة حشر الأجشات يعني فيه فيه أقوام كما ياتي معنا في موضوع البعث يقولون الأجشات لا تبعث التي تبعث هي الأرواح قال ينكر حقيقة حشر الأجشات وينكر الأكل والشرب الحقيقي في الجنة ويزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ومن زعم أن الله ليس فوق العرش ويزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله يعني تكذبون على العقل يعني يأتي هذا ويقول العقل جوز نفي الصفات المعتزل يقول نفي الصفات يمنعه العقل الصريح فجاء لا شعري وقال لا سبع من الصفات يثبتها وينفع طيب إذن كيف نصدق لكم لو كان العقل لا يخطي وبرهان ما اختلفتم فهذا دل على فساد الاحتجاج بالعقل في هذا الباب قال فياليت شعري يعني يقصد علمي فياليت علمي بأي عقل يوجر الكتاب والسنة فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال وكل ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه انتبهوا لهذه الوجوه التي ذكرها ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه قال أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك إذا قالوا إن العقل أحال ذلك يقال لهم من أين أتيتم به أن العقل يحيل ذلك هذا كذب على العقل وبدليل أن في ناس معكم يحتجون بالعقل ومع هذا كذبوكم فإذا العقل لا يحيل ذلك الثاني أن النصوص الواردة يعني النصوص الواردة في القرآن والسنة لا تحتمل التأويل لا تحتمل التأويل لكثرتها ولأنه لو وجب التأويل لبينه الرسول عجل فهل الرسول عجل لم يغش أمته لو كانت تحتى قال أولها ظاهر وغير مراد فلما لم يقل ذلك دل على بطلاني قوله فلما لم يقل ذلك دل على بطلاني قوله فقال الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل الثالث أن عامت هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار يعني ما يتعلق بالصفات والإيمان والأسماء الله والبعث ونحو ذلك وما الكلام عن الجنة والنار إلى غير ذلك هذا علم أن الرسول جاء بها بالاضطرار بالكتاب والسنة ما أخذوها من مكان آخر كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس يعني هل يأتي شخص ويقول أن الصلوات الخمس برض مؤولة ولا يقبل على ظاهرها يقبلها تقوله صلى الظهر قال طيب تعرف معنى الظهر نعم تعرف عدد ركاتها نعم منين أخذتها قال من الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم تؤولها فالمشكلة عنده في ما فهمه أنه العقل والذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا فلماذا تحكمت فيه وأثبت بعضه ونفيت الآخر كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتاويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تاويل القرامطة يعني التاويل الذي يحيل هذه الأشياء عن معانيها الظاهرة مثل تاويلات القرامطة ومن هم القرامطة هنا تعليق على القرامطة حتى إذا مر عليكم مصطلح القرامطة تعرفونهم قال هؤلاء يتبعون رجل اسمه حمدان قرمط وهو أحد دعاتهم وكان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية وهم طائفة من الباطنية خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد والمعتضد هذا خليفة عباسي خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد سنة 81 ومائتين يعني عقيدة متأخرة سنة 211 خرجوا خرجوا على المعتضد وحكموا البحرين واستحلوا دماء المسلمين وقطعوا الطريق على الحجاج واقتلعوا الحجر الأسود دخلوا إلى مكة وقتلوا الحجيج واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام وقد غلت هذه الفرقة في أسماء الله وصفاته وبالغوا في نفيها وتأويلها حتى قالوا إنه لا يقال إن الله موجود ولا معدوم شفت الشبه الشيطانية يقول ما تقول إن الله موجود ولا معدوم لماذا قالوا لأنه ليس كمثل شيء فإذا قلن موجود ففيه موجودات وإذا قلن معدوم ففيه معدومة وهذا معنى هذه الآية ليس كمثله شيء لا من الموجودات ولا من المعدومة كيف والله قد أثبت في آخر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس المنفي مثل ما فهموه هؤلاء الزنادغة بل قالوا إنه لا يعبر عنه بالحروف وقد جعلوا تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان قالوا المراد بالحروف إمام الزمان عندهم وهو عندهم المسمى الله يعني الله عندهم هو الإمام الذي يحكم في ذلك الزمان طبعا يعني ناقل الكفر ليس بكافر لكن هذا الحقيقة هذا المجود قال والمراد بلا إله إلا الله وهذه الفرقة من أراد أن يتوسع فيها فليرجع إلى كتاب تلبيس إبليس والفرق بين الفرق وفضائح الباطنية وإثار الحق على الخلق في رد الاختلافات من الوزير وذكر طبعا رقام الصفحات اللي يرجع يتأكد من كلامهم وأنهم يقولون عن الله لا موجود ولا معدون وسموا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن ليش قالونهم باطنية يقولون لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورتها توهم الجهال صورا جلية وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية وإن من عقائد من عقله الغوص على خفايا وأشرار البواطن يعني يقصدون أن العوام يقتنعون بظواهرها لكنهم يغوصون إلى بواطنها يغوصون للجندقة ما في غير الزندقة وكان تحت تحت الأغلال يعني يرون أن الشرائع أغلال التي هي تكلفات الشرع تكلفات الشرع عندهم أغلال قيوت ومن ارتقى إلى علم الباطن إن حط عنه التكليف واستراح من أعبائه يقولون أن هذه الشرائع وأحكامها من صلوات وصيام ونحو ذلك هذه أغلال وهذه لعوام من ناس عوام من ناس يجعلهم يصلون ويصمون وما هي مشكلة عندهم لكن النموذج الراقي منهم الذي فاهم كل شيء هذا ما عليه تكليف يسقط عن كل شيء ولذلك ذكر عن عن بعضهم ارتكاب الفواحش علنا فلما قيل له قال أنا من من الطائفة التي انحطت عنها التكليف ما علي تكليف يفعل كل الفجور ويقول ليس علي تكليف أجرنا الله وإياكم من الزندقة وأصحابها قال ومرادهم هذا الذي ذكره صاحب فضائح الباطنية وفي الملل الملل والنحل قال مرادهم بالباطن إبطال الشرائع يريدون إبطال الشرائع يعني فيهم شبه من الشيوعية المعاصرة الذين ينكرون الله عز وجل ولا يرون الشرائع شيئا ولا يؤمنون بالوحي ونحو ذلك ولذلك ترى أن الشيوعية المعاصرة تحرص على الفرق الباطنية في أي مكان انظروا تبحث عنهم سواء في العراق ولا في سوريا ولا في أي بلدان أخر ولا في أفغانستان تبحث عن هؤلاء الباطنية لأن المشرب واحد والمذهب واحد الرابع أن أن تبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص يعني إذا قال العقل لا يقبل هذا قل لا أنت تكذب عن العقل العقل قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك أو درك تفصيله وإنما عقله مجملا يعني العقل في التفاصيل بعض التفاصيل تتعلق بالكيفيات هذه ما يدركها العقل لكنه يدرك مجملا أن العقل لا يحين ذلك ولهذا قال على أن الأساطين من هؤلاء والفحول المعروفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور والإيمان بالله واليوم الآخر هنا علق معالي الشيخ صالح على الشيخ وفقه الله شارع الفتوى الحماوية تعليق طيب هنا قال هذا الكلام من المصنف المصنف هو الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيه تأصيل لبيان فساد مذهب من أول الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا يعني يعني في زمننا هذا يوجد عقلانيون نعم يوجد حكموا العقل في رد النصوص ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية وهل فيه عقلانيين يعني يردون النصوص الثابتة بالعقل فيه كثير جدا يعني بعضهم الآن ما يؤمن بكثير من الأحاديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول العقل يحيل ذلك وخاصة تلاميذ المستشرقين لأن المستشرقين أثنوا على المعتزلة وسموا المعتزلة أحرار الفكر وكل ما يتيهم طالب في بلاد الغرب يطلبون منه أن يحضر رسالته عن عالم من علماء المعتزل يعني يشوفوا مكر الكفار غالبا يطلبون منه أن يحضر رسالته إن كان في مجال الشعر والأدب من شعراء المعتزلة وإن كان في مجال التاريخ أو نحو ذلك لتتسرب هذه الأفكار إلى عقليته وفيه وفيه بعض الفكريين المستغربين يعني الذين يعيشون على ثقافة الغرب فهم تلقوا هذا من الغربيين تلقوا هذا الفكر من الغربيين فصاروا يعظمون المعتزلة ويعظمون جانب العقل ولأن الحضارة الغربية أصلا هي قامت على الفلسفة العقلية فهم يعظمونهم فجاء من يترجم ما عندهم وينقله للمسلمين وفي فترة من الفترات لما ما فيه الكتب يعني ما تكتشف كان بعض هؤلاء يدرسون في الجامعات الإسلامية وهي مجرد ترجمة ترجموها من كتب المستشرقين مجرد ترجمة ترجموها من كتب المستشرقين فهنا يبين أن الواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص لأن الله أعلم بخلقه قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى قل أعلم أنتم أم الله قل أنتم أعلم أم الله وقال سبحانه قل صدق الله وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى ومن أصدق من الله قيل فإن الله عز وجل خبره صادق وحق ويوخذ على ما دل عليه في ظاهره والذين أول الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللايق بها إلى معاني أخرى احتجوا بالعقل وقالوا العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك فمثلا حينما نفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة قالوا العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية كما هو قول الجهمية والمعتزلة قالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية وإذا كان في جهة في جهة معناه أنه في مكان وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز وأن ثم مكان من مخلوقات يسعه هذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون فهي باطلة لأن الله عز وجل ليس محاطا بشيء من خلقه ولا متحيزا بشيء من خلقه من الأمكنة ونحوها فدل ذلك على بطلان هذا من كلامهم فيقولون هذا يدل على بطلان الروية وعلى بطلان الاستواء على العرش هذا مختصر كلامهم وشبههم فنفوا الروية لأجل هذا العقل الصريح عندهم وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله عز وجل من جنس ما يتصف به المخلوق فهم لم يحكم على الله عز وجل إلا ما رأوا في الدنيا ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل وهناك مثال بين في ذلك وهو روح الإنسان فهذه الروح هي في الجسد ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيز به لا تخرج أم أنها تذهب وتجي وتصعد إلى الله عز وجل وترسل قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فهذه الروح يعقلها ابن آدم فدل ذلك على أن تحكيم العقل في قوانين المخلوقات في بعض أن هذا ليس من الحكمة وليس من العقل فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله عز وجل هو هنا ليس المراد أن يشبه الله بالروح هذا ليس هو المراد البتة لكن يريد أن يبين بأن فيه أشياء في هذه الكون أنت ما تدركها ولا تعقلها وهذا ليس بعيب في العقل لكن العقل له حدود وقدرات العقل له حدود وقدرات فأنت هذه الروح الآن أنت تنام في الليل والروح تنطلق وتأتيك بالأحلام والأشياء ثم ترجع وهكذا فهذه الروح أنت ما تدرك ما أحد يعرف هذه الروح أين هي هل تستطيع أن تصورها هل تستطيع أن تلمسها أم تدرك آثارها فإذا كان هذه الروح التي بين جنبيك لا تدركها بالعقل فكيف تريد أن تدرك خصائص الله سبحانه وتعالى فما حجبه الله عنك من خصائص لا تتكلف فيه تماما لكنك عليك أن تؤمن بما أخبرك به عليك أن تسلم وتؤمن بما أخبرك به وأيضا وجد من بعض الناس لما سمعوا هذا المثال شبهوا الله بالروح شبهوا الله بالروح وقالوا معنات أن الله مثل الروح فكيف تقول أنه ينظر إليه وأنه مستوى على العرش ونحو ذلك وهذا كل كلام فارغ هو لم يأتي بالروح إلا من باب ضرب المثال فقط من باب ضرب المثال أن العقل لا يدرك كل شيء فإن العقل إذا حكمته لا بد أن يدرك كل شيء فإذا عجزت أن يدرك ما يتعلق بالروح فاعلم أنه شوف يعجز عن إدراك أشياء مما يختص الله عز وجل به ولذلك قال هنا فلا يجوز أن يوصب الله عز وجل أو أن ينفى عنه الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي وذلك لأنه لا ينطبق عليه ما ينطبق على المخلوقات وهذا العقل الذي أول به النصوص متناقض أيضا لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات والنافل البعث والنافل الصفات التي أثبتها المعتزلة يقول لنا العقل الصريح على عدم إثباتها والمعتزلة يقولون العقل دل على عدم امتناعها ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت شبعا لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه الشبع والماتورودية قالوا نثبت ثمان صفات لأن العقل الصريح دل على إثبات ثمان صفات والعقل الذي به تؤول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تخضع له الآيات والأحاديث خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعر وعقل الماتورودية وخالف الأشاعر أيضا في عقلهم الماتورودية فإذن عقول أصحاب هذه الفراق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا فأي عقل الذي يحكم به على النصوص لا مناصة من أن القول أن هذا العقل لا يوجد لأن أصحاب العقل الذين يحكمون به مختلفون في تحكيمه وهذا قطعي ولهذا نقول ما من شيء قال فيه المبتدع أن العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله طبعا هو يشير إلى البرهان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأنه قد بيّن كل شيء تحتاجه الأمة ولهذا قال وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين ونكتب بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفق فيه وتعبون